اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح فيروس سي وهو مسبب التهاب الكبد وهو من الامراض المعدية التي تنتقل عبر الدم وهذا الفيروس يمكن ان يسبب للكبد التهابا حادا ومزمنا وغالبا ما يتطور هذا المرض الى تليف في الكبد او سرطان الكبد ويسبب موت ما يقارب نصف مليون شخص حول العالم في كل سنة وتجدر الاشارة الى ان 25% من المصابين بفيروس سي تتخلص اجسامهم منه وحدها عن طريق المضادات الموجودة فيها بينما النسبة المتبقية يتطور معها المرض ليصبح مزمنا طرق علاجه حقا الانترفيرون الفا وهذا العلاج من المواد الكيميائية التي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي في الجسيم وهذا العلاج يتوفر ايضا على شكل اقراص حقا الربافيرين الممزوجة مع الانترفيرون وتكون باخذ حقا يوميا من الربافيرين وجرعة اسبوعية من الانترفيرون وتجدر الاشارة الى ان الجسم لا يستفيد بشكل مطلق من الربافيرين اذا اخذ وحده طريقة اخرى عن طريق عقارة سوفالدي او ما يسمى بسوفو سوبيوفير وهذا النوع من العلاج الحديث حيث تم البدء في استخدامه في شهر كانون الاول من عام الفين وثلاثة عشر وهذا العلاج متوفر على شكل اقراص كل قرص يحتوي على اربعمائة ميلي جرام من المواد العلاجية ويأخذ هذا العلاج بشكل يومي ومن الممكن تقليل فترة العلاج من سنة الى ثلاث شهور عن طريق تناول اقراص من هذا العقار مع اقراص الربافيرين وحقا الانترفيرون ولكن طريقة اخذ العلاج يجب ان تكون بعد استشارة الطبيب انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات